رمضان وبنشتري حاجاته ناخد بالنا اما بالنسبة لاخواننا الاقباط لو سمحتم وانا عارف ان ده طلب يدايقكو بس لو سمحتم اخذ اكبر قدر من الحيطة هتقول لي يعني اعمل ايه مازالت الدولة هي اللي بتأمنك مازالت الدولة هي اللي بتأمن الكنائس واخواننا الاقباط كل حاجة بس في حاجات جايز من الحكمة نحن نأجلها شوي بمعنى ايه رحلة في الصحراء في اقاصي الصعيد لاحد الاديرة بلاش دلوقتي مكان مقطوع في الصعيد ومش عارف ايه وحاجة بتتعامل بالليل بلاش دلوقتي كنايس مصرين انه ما يبقاش عليها امن ومش عارفوا بتاعوا انه الكشافة هي اللي تعمل بلاش دلوقتي يعني اليومين دول يومين صعبين والاقباط هدف مطلوب ومحتمل انا ما بقولش حضراتكم ما تروحوش كنايسكم روحوا كنايسكم وتزوروا واخروجوا وعملوا كل حاجة جوه الكتلة السكانية جوه المكان اللي فيه عين اللي فيه تأمين اللي فيه الكنايس اللي جوه المدن انما بلاش دلوقتي اشياء صعبة تأمينها يعني مثلا اما كون في منطقة لا فيها موبايل ولا فيها شرطة ولا فيها طريق ولا فيها انا ما بقولش ان انتو السبب يعني شمحانش بس يقول ايه ان عمر اديب بيحمل الاقباط لا 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 الارهاب هو السبب والقتل هدول هم السبب والمجرمين دول هم السبب بس بقول ايه حفظ النفس يعني بقول اليومين دول نحن مستهدفين بشكل كبير مش احنا بس العالم كله حضراتكم شايفين لي بيجرى فلندر حضراتكم شايفين لي بيجرى ففرنسا حضراتكم شايفين لي بيجرى فأوروبا كلها في موجة كبيرة فلو سمحتم وكل يوم يجد الارهاب مئة طريقة وطريقة لقتل الناس طبعا برضو واحدة يقول لي يعني احنا يعني هنحط على كل واحد عسكري لا ما بقولش كده بس بقول ايه ان الحرص وتأمين النفس وتأمين الذات وتأجيل الاشياء اللي مش مهمة او يمكن تأجيلها او يمكن العيش بدونها فترة فيش مشكلة النهاردة ست تريزا مي قالت لك انا لو يعني في قدية هغير شوية قوانين حتى بتاعت حقوق الانسان دي هغيرها هو لما جم قالوا للناس اعفر الشارع ده اعفر المطاعم دي مش عايز الكلام ده تطلع على رفع ايه تعمل مش عارف ايه تأمين انا بس كل بطلبه من اخواننا الاقباط اليومين دول عشان والرصد موجود الامريكان حذروا وداعش كتب التحذير وقطر مضروبة لما قيلها كفا فكل العوامل دي بتقول ايه اننا على ابواب عملية ارهابية هل دي حاجة عيب لا مش حاجة عيب حاجة ابيحة لا مش حاجة ابيحة حاجة مثلا يختص بها المولى عز وجل لمصر دونا عن العالم كله لا العالم كله في سفينة الارهاب وتعرض لسيام الارهاب كل يوم ولذلك عشان احنا بنخاف على بعض ولاننا ناس عقلين ولاننا ناس نتميز بالحكمة انا نتميز بال يعني بتقدير المواقف بشكل جيد ناخد بالنا للي هم الجايد وبطلب من كل الاجهزة الامنية في البلد لو سمحتم شدة كده اليومين الجايين نحن مرشودين لانه طبعا انت عندك واحد بيلطش وبيلوش ومتعور يحب تعين امه متعور متعور يعني فعايز يجيب كده يجيب كده يلهيك وينتقم منك باي شجل وبعلي في الاخر يجي داعش يطلع بيان يقولك ايوه احنا مستهدفين للقباط في ايه احنا عملنا عملات كتير قبل كده ولكن الحقيقة غير كده الحقيقة ان في حد عايز يقمول وعايز يعمل وعايز 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 فلو سمحتم ارجوكم ده مش تقييد للحرية مش انه في عهد الرئيس السيسي ما بقدرش اروح كنيست اعني عارف الافوار لا اذهب الى كنستك اروح زور اصدقائك اذهب الى كل الناس اتحرك زي ما انت عايز انا بخوفكش بس بقولك الاشياء التي لا يمكن تأمنها يمكن تأجلها التي لا يمكن تأمنها انا واضح بكلامي عشان ما يقتطعش منه حاجة يمكن تأجلها لخيب بس اما الامور تهدى ونشوف الموضوع اللي احنا فيه ده هيخلص عليها ده اول حاجة ليه علاقة نصر اشتركوا في القناة